أريد لك أروأ غرفي بكل البيت عند التعالي مع البيت وكأنك ناوي تستقرر فيه على طول ما بعرف جرير عن جد أصعب شي إنك تكون ما بتعرف أصلا أنا بعد بابا وماما ماتوا والله يرحموا ما بيلي حدا بالشام أهل طريف رحوا على أمريكا وأخوه حمل حاله وهرج على كندا وخالته حملت حاله وراحت ع سويد مع عائلتها وعمتوا راحت على ألمانيا اللي عنده أولاده وأنت بإسبانيا وأنا ما ضل عندي رفقات بالشام أغلبهم صار شي بمصر شي بفرنسا شي بدبي بصراحة لو ما طريفوا الولاد أنا ممكن كنت جنيت من زمان مشان هيك أخي تقبرني شوز وجوب لك شقفة ولد الله يرضى عليك لك إيه شباك لك أخي بيبقوا لك أبرتك شبنا يا زلمي أولا رح تتعني سمعت شوي خولة فجأة حسيت كأنه أمك الله يرحمه وقفة قدامي وعم تحكي أي أخي أمي ولا أمك منحافظ على الموروس العائلي اللي تركوننا يا أهلك وبصراحة هلأ إذا ما بتلحق حالك وتتجوز عائلتنا رح تكون مهددة من انقراض لك يا أختي أنا ما بدي تجوز لو بدي تجوز كنت عملتها من زمان بعدين شو معنى هلأ؟ أنا حتى لو في واحدة بحياتي ما بحيكون عايش أنا وياها مع بعض بدي أخلي انتي بتعرفيني بعرف تقبرني والله بعرف بفهمك على كبر لسه بتصير القصة أصعب بس أكيد شيء استثناقات بالحياة خاصة لما بكون عم قل لك على عروس متلي شفتلك ياها لك أمر خاولة انتي شو صاير لي؟ خدني على قد عقلي انتي أكيد عم تنزحين أبداً أنا بليش تحس بالإهانة بس تشوفها بتغفر لي لك مين وهي؟ لك العروس لك أنا عروس يا عمينا لك يا طريف جارير بليز بليز ما تروح من يدك بليز والله إنا أمورة أصلاً أنا عم تخيل شكل أولادكم بكرة بالمستقبل إذا الله كتب لكم النصيب رح يطلعوا بيفلجوا إن شاء الله بيقبروا قلبي لك والله تعي يا الزلمة تعي شوف شوفي؟ مرتك قادلت تجوزني جايبتلي عروس يا لكان هاي ارتدادات الزلزال انتي شو صاير لك وديفهم؟ مو قاتلت الدنيا كلها لحت تأخذيه؟ هي لو لقيت بوقتها حدا ينصحها ما كان صار اللي صار دخيلك انت شو مهضوم هلا مو وقتك أخي ركز معي انت شوفه ومعلك خسران شي عم مين عم تحكوه؟ انت مدخلك انا عم بحكي عم بنت اختها للدكتورة زينا دكتورة سنان تذكرتها هلا؟ طبعا لك قال وين عم صلح سناني انا؟ لك انا ما عم بحكي عنا إلا عم بحكي عمل لك عم بنت اختها ليش هي عندها بنت اخي؟ وعم تسأني لي انا كمان؟ لك ليكوا التاني مين هاي زينا بالله؟ حبيبي هاي قصة طويلة تتذكر وقت قيام ما كنا ساكنين بالحارة القديمة بالشام؟ زينا كانت ساكنة بالحارة اللي ورانا وكنا نوياها بنفس المدرسة بصف الاعدادي بس ولا مرة بحياتنا لتقينا تخيل انه انا لما اجيت على بيروت رجعت لتقيت فيها وصرنا عز صحاب تقول منعرف بعد من شي عشرين سنة يا الله يا جريد ما شفت بحيات عمري أظرف وألطف من هيك مخلوقة مع انه جوزة سائيل طلقة لسبب مو معروف يمكن لانه هي أنجح من منه وأحسن اي يمكن لانه هي أنجح من منه وأحسن وما هيك حاطة ابنه وعم تربيه بكل رواق لك اشتهيت شي مرة اسمع عم بتسق وتنق أو تبكي مثل كل النسوان وأنا شو دخلني بعد الحكي؟ ها ها جايتك بالحديث أنا عمقول لحالي هالبنت بلكي بتطلع هنية مثل خالتها كونه كل وقت بتضل عنده بالعيادة كمان شو دخلني بعد الحكي؟ حبيبي سنانك شو وضعون؟ سناني؟ ديك ايه زيارة بسيطة لعنده بتشيك عسنانك والموضوع هيك بيكون أبسط من بساطة حبيبتي أنا سناني مناحوا مثل الفلية ما فيهم شي جرير سمع مني سايرة سايرة وخلص حتى انت لك طريف؟ لك ما عندك حل يا جرير سايرة لأنه بتضل من استلمتك من هون لتروح على إسبانيا هذا إذا ما خلتك هون أصلاً معقول؟ أنا حتحالي بهيك موقف؟ بك أخي أي موقف؟ اني روح أنا وإختي لحتى شوف عروس بك يا حبيبي معقول حتك أنا بهيك موقف شبنا؟ شو لك ها؟ شو صالك عم تحكي من الصباح؟ حبيبي رح أخذلك موعي طبيعي مثلك مثل أي مريض بتروحه بتنفحص وبتشوفها للبنت على الهسي لا منشافه لا مندري إذا عجبتك كان بها ما عجبتك نحمل حالنا ومنمشي ويا دار ما دخلك شر لك يا خولة يا حبيبتي أنا ما عم فكر بالارتباط صرت أليك إيها مليون مرة يا جماعة أنا ما بدي تجوز لك يا تقبرني والله عم بفهم عليك اسمعني لقلك شغلي أمك الله يرحمه بزمناتك كانت تقول ابن العشرين بيجوز حاله وابن الثلاثين بالدوميني جوزه وابن الأربعين غير الله ما بيجوزه وانت ما حتخسر شي إذا بتشوفها للمخلوقة فالموضوع لا بإيدي ولا بإيدك بإيد رب العالمين هم